اشتركوا في القناة المثمار والخشب موجود لم يخلقه النجار اما هو عمل الهيئة السريرية انما الخشب موجود والمثمار موجود كذلك الحجر اللي نحتوا وصوروا فيه موجود ولا ينكر احد ان الله هو الذي خلق الحجر والخشب اما الاشكال في الصورة التي جعلوها الصورة الصمامية ليستمسال ايضا هذه الصورة التي عملوها مخلوقة لله فالكلام مش في الحجر وفي المادة لا في التشكيل اللي هم غيروا به المادة من كذا الى كذا هذا معنى الله خلقكم وما تعملون ايضا في الحال كين هي دليل عليه على ان الله تعالى خالق للعباد وما يفعلون او خالق للعباد واعمال العباد وافعال العباد ليه لانه اذا كان خالق للذوات التي قامت بها الاعمال يا مثلا خلق هذا الثوب الابيض فكيف لا يكون خلق البياض الذي قام بالثوب في خلق الثوب ولا بيخلق البياض لان البياض لا يكون الا بالثوب لا يكون البياض به الشذات والثوب لابد ان يتشكل بسورة او بلون اذا يلزم من خلقه للثوب خلقه للبياض الذي قام به ويلزم من خلقه للعبد خلق ما يفضر عنه من ايه من اعمال لان الخلق معنى الايجاد الاحداث ايجاد شيء بعد ان لم يكن فالطور وحركات العباد واعمال العباد وقدرة العباد وما يفضر من العباد مخلوق لله سبحانه وتعال يقول لك اعلم ان فعل العبد واقع عندنا بقدرة الله وحدها اذا العبد له قدرة لم ينفو القدرة اهل السنة لم ينفو لم يقولوا العبد لا قدرة له له قدرة ولكن لا تأثير لها اذا اثبت القدرة ونفوه في التأثير واند المعتدلة واقع ايه بقدرة العبد وحدها وبعض اهل السنة زي امام الحرمين وغيره قالوا ايه بمجموع القدرتين يعني بقدرة الله وبقدرة ايه العبد معا وهذا طبعا ايه الكلام مردود اه مردود عليه اذا اذا مذهب المعتدلة ان الفعل بأفعال واقع بقدرة العباد وحدها ولكن هذه القدرة التي اه توجد في العباد خلقها الله تعالى يعني لم ينكروا ان فعل العبد واقع بقدرة العبد ولكنها قدرة مخلوقة لله تعالى اما اهل السنة قالوا واقعا بقدرة الله وحدها لانه ده استوحيد في الافعال ما فيش مشارك له تعالى في ايه في افعال اذا الحاصل بعد اتفاقهم على ان الله تعالى خالق للعباد كل يعني المجاهد كلها الفرق كلها وعلماء الكلام كلهم اتفقوا على ان الله تعالى خالق العباد وخالق افعال العباد الابطرارية ان افعال العباد على فتنين ابطراري واختياري فهناك افعال قامت بك لا دخل لك فيها زي دقات القلب حركة الدورة مهمة افعال هضم الطعام في معدتك تحول الطعام الى دم و الى لحم و الى عظم اطبول بتاعك يعني تكون قطير تطول تكون مثلا ناحية كل افعال كثيرة المرض افسحة كل هذه افعال ايه ابطرارية تجري على العباد لا دخل له في ايجادها ولا في عدم ايجاد شمد الافعال ايه الابطرارية هذه لم يختلفوا فيها كان الكل قالوا ان الله تعالى خالق لأفعال العباد الاضطرارية وخالق للعباد واختلفوا في الافعال الاختيارية فقال اهل الحق هي مخلوقة لله تعالى بايجاده واختراحه وهذا هو الدين القيم الذي يجب اعتقاده ولا التفات لما عباه طبعا المعتدلة قالوا دي ايه مخلوق المين للعبد اذ القائم والقاعد والاكل والشارب هو العبد القوة اه اسندوها الى ايه قدرة العبد وان كان الفعل مخلوقا لله تعالى فان الفعل انما يسند الى حقيقة من قام به لا الى من خلقه واوجده ذاله هو اذا اردتم كلامهم اثناد الفعل الى الله تعالى فالفعل اما ان يبار الى من قام به ولا الى من خلقه واوجده فالمثال الماضي الابيض مثلا هو الجس وان كان البيض القائم به من خلق الله تعالى وايجاده لكن من الذي يفضل البيض الجسم قال جسم ايه ابيض مع ان الجسم لم يخلقه البيض الذي قام به فاضافة الفعل اما الى موجده ومصدره واما الى من قام به ولذات لو بحثت باللغة العربية هتجد تعريف الفعل احيانا يكون الفعل ده مشهور الفعل الفعل ولكن ضعر السعل فيه وقام به وتلبث زي ما قلنا مثلا ان يقال مرض زيد او مات زيد هل يقال انه زيد هو اللي فعل الموت لكن لما نعرف زيد نفعلها ايه نعرفها ايه فاعل اذا معناه هو اللي سعر الموت لكن لا الموت قام به او ده الفعل في اللغة العربية احيانا النظاث يسمى الفاعل هو ايه الذي ضعر السعل فيه او قام به لان الموت عرض او امر وجودي قام به بزيد فيقى كذلك المرض وفتح الى افتح لكن قلنا الكلام المعتزلة لما اسند افعال العباد الى العباد ولكنهم لم يقولوا ان القدرة التي اوجد العباد بها افعالهم استقلالية يعني منتصلة عن قدرة الله ولكنهم قالوا انها مخلوقة لله ولم يكونوا يصرحون الاوائل منهم كانوا ايه على ادب وعلى علم كانوا تحاشون عن اطلاق لفظ الخالق على غير الله رغم انهم كانوا يقولون ان العبد فاعل لما يخضر منه ولكن لم يقولوا خالق تأدبا الاوائل لكن الجماعة المتأثرين الاوائل كانوا قريبين عهد بالسلف فلم يصرحوا بكلمة الخلق وافردوا ايه كلمة الخلق والايجاج والابداع لمن الله سبحانه وتعالى ولكن اول من جهر وقال ان العبد خالق ابو علي الجبائي لما رأى انه معنى الكل واحد يعني الخلق هو ايجاد شيء بعد عدم بعد ان لم يكن يعني تجرؤوا له اطلقوا ايه لفظ الخالق على ايه على الانسان او على غير الله تعالى وقد يكون تذرعوا بالايات اللي فيها اثناد الخلق مثلا الى عيسى عليه السلام ويف تخلقوا ايه من الطيني فذل ما فيش مانع نسمى الانسان خالق ولكن ليس على جهة الاستقلال والانسراك ومش خالق بكل شيء انما خالق لأفعاله يعني جعلوه ايه في نضاق ما اين مقيد محدود ولأفعاله الاختيارية يعني معنا فيش خيض بعد قيد مش في الافعاله كلها لأفعاله التي له فيها ايه له فيها اختيار لكن الرد عليهم به قلنا الخلق والفعل لما يسند الفعل خلق وفعل لما يسند الفعل الى الله تعالى مباشرة دون ايه وافضة الاسباب يسمى خلق واذا كانت هناك اسباب يسمى فعل الله خالق كل شيء وفي ايات كثيرة فعل رب فعال ايه لما يريد ان ربك هو القلاق العليم يعني مثلا عندما قال سيدنا زكريا عليه السلام اما يكون لي غلام وقد بل غني الكبر وامرأة عاقب قال كذلك الله يفعل يسمى ايجاد الولد بعد ان لم يكن تماه هنا فعل لكن عندما قالت السيدة مريم عليه السلام ان يكون لي ولد ولم يمتسني بشر قال كذلك الله يخلق لان هنا مباشرة ان هناك ايه ذكر ايجاد مباشرة ان هناك زوجه الظاهر وان كان ايه عاقرا لا ينجد فهنا سمى ايه سعر وهنا سمى خلق القضية واحدة ده غلام ده غلام يعني هنا حيأتي غلام هنا حيأتي غلام لكن لما كان عيسى عليه السلام لم يكن له اب ما فيش اب مباشر خلق مباشرة انما الثاني في الظاهر هو لما حيأتي يحيى بلدك حينثم الى مين الى زكريه اعظوا قال اذكر اذا معناها خلق الله بواقصة ابن انما الثاني ما فيش واقصة مباشرة ولذلك نذهبوهما الى الله فقالوا ايه ابن الله لو كان من نسبة الى الله بمعنى الخلق صحيحة ان الله خلق عيسى لمثل عيسى عند الله ايه كمثل آدم خلق ده مخلوق وده مخلوق فكلنا من سبجل الله تعالى على انما مخلوقون لله تعالى مش على انما ايه من الولادة او ابناء الله تعالى الله عما يقولون علوا كجر فرد عليهم اهل الحق من وجود كثيرة كثيرة اهمها او الذي عليه نقتفر رد عقلي واضح ان العبد لو كان خالقا لافعاله لكان عالما بتفاصيلها ضرورة ان ايجاب الشيء بالقدرة والاختيار لا يكون الا كذلك زي مثلا المجار اذا عمل شيء عارف تفاصيله وكان اللي كان مصمار كان كبع الخشب التفاصيل والكمية والعدد والزمن والوقت والهيئة والسعر والجودة التفاصيل دي كلها معروفة ايه؟ انظامه كيفية استعماله وتقول لي لا اعلم انت لم تفعله انما لو كنت انت الذي صنعته وابدعته لعلمت التفاصيل وطريقة الاستعمال ومدة الصلاحية والتركيب الى غير ذلك ضرورة ان ايجاب الشيء بالقدرة والاختيار لا يكون الا كذلك واللازم بعض فبطل الملزوم مثلا فان المشي من موضع الى موضع اخر يجتمل على سكنات متخللة وعلى حركات بعضها اسرع انت لو مشيت من هنا الى مسجد الامام الحسين رضي الله المشيد انجبه تتخلل ايه؟ حركات وسكنات وفي حركة سريعة وحركة بطيئة ومع ذلك انت لا تشعر بذلك وانت ذاهل تماما فلو سئلت كم فطوة او القبوات السريعة او القبوات البطيئة لا تعلم فكيف تكون انت الذي خلقت هذا الفعل يلقى هنا لو كنت خالقا له لا علمت ايه؟ لا علمت تفاصيله ومثلا هناك مسألة رأيتها او قرأتها بالنسبة للزبخ شريع لما كان معتجلا وشديد الاعتذار فتزوج في اخر حياته فلما يعني ارهق من مسألة المقدرة على المجامعة في الزوجة واصبح قامدا تاكنا وتانى كبيرا في السن يعني فبلدت منه ان يرجع الى هذا الامر مرة اخرى فرجع ولكن بشق الانفس والخيلة والبغالة والحاة وبعدين طلبت ان يعود مرة اخرى فاقدم لها بالله انه لا يقدر فقالت له ولماذا لا تقدر هذا فعل اختياري كنت تقول العبد خالق لابعاله الاختيارية قم تخلق قدرتك على هذا الامر فعلم بطلان مذهبه ورجع عن الاعتذال كما ايه قرار يقال هالله الله وبعضهم ايه انكرها المهم حدث ولم يحدث لكنه دليل على ان العبد لا يخلق افعاله الاختيارية لان هذا من ظلم الاختيارية اختيارية قد يقول قائد افعل فعلا واعلم الاختيارية هل يعلم ذلك المطرقة؟ ممكن واحد يقول انا اعمل حاجة او اعلم اختيارية لو علم فعلا جزئية دي تقلم على افعال كلها الجزء داما يعني لا يكرر بالبطلان على الكل انه دفعارك مفرد جزئي انه احنا نقول افعالك كلها الاختيار ليه انت يا مثلا هذا الجزء الذي علمت سفاطيله انت خلقت ببو الاجزاء الاخرى شلت اللي فعلتها كيف لا تكون خالقا لها فما ينتحب على هذا او ما يلجم في هذا يلجم في غيرك والاجزاء كلها ايه ليه علمت بهذا ولم تعلم ولم تعلم انت احسست وذكرت هذا انما التاني بس ولو كنت فعلا انت اما الجبرية القائلون ان العبد مجبور في افعاله وليس له اختيار البتة اه 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 يعني خلقا في خالقين او احسن لا احنا ذكرناها فيما سبق وقلنا ان الخلق في القرآن بثلاثة معاني الخلق بمعنى الايجاد من العدم وهذا انفلت الله تعالى به والخلق بمعنى التقدير ايه يجعل شيء شيء تقدير شيء اخر والخلق بمعنى الاستراء والكذب فالله تعالى خالق يعني الخلق اما ان يخلق شيء يحدث يعني شيء من لا شيء او شيء من شيء او لا شيء من لا شيء او لا شيء من شيء هذه الاقتام فالله تعالى منفرد باحداث او باجاب شيء من لا شيء اما فتبارك الله احسن الخالقين هنا السلام على خلق شيء من شيء على خلق الانسان من ثلالة فمراحل تطويرها من ثلالة من ثين ثم جعلناه نصفة ثم صلقنا يتغير من حالة الى حالة ولذلك هنا جاء الجمع احسن الخالقين هذا الخلق هنا بمعنى التقدير وليس بمعنى ايه فخلق كل شيء فقدره تقديرا فحسن الجمع فالانسان ايضا يخلق بمعنى يحول شيء من الى شيء اخر او ينفذ شيء بشيء فينفذ شيء ثالث هذا يسمى الانسان مخترق او خالق من هذا الوجه ولكن لما كان في لتف او في اشتباه لان يقع الخلق على المعنى الاول منعه من اصلاق خالق على غير الله تعالى حتى لو في انتا خلاق فهو موجود في القرآن فتبارك الله احسن الخالقين لكن لماذا لم يسمى انتا حتى لا يقع على المعنى بمعنى ليه بدليل ان الله تعالى خاطب سيدنا عيسى بقوله واذا تخلق واذا تخلق من الصين فاذا احتج بها النصارى على ان عيسى عليه السلام خالق فنقول لهم تعالى واذا تخلق من الصين ولم يخلق الصين وقال كهيئة الصيف ولم يقل طيرا فقال بالإذن اذا المسألة راجع المين الى الله تعالى الجبرية قالوا ايه ان العبد مجبور في افعاله وليس له اختيار البتة وانما هو آله آله للفعل كالتكين للقطع يعني حاجة ايه بنقطع بها قال يعني هو عبارة عن آلة زي آلة القبر فقد رد عليهم العلامة بقوله فليس مجبورا ولا اختيارة وليس كلا يفعل اختيارة طبعا بالكلام ده فين؟ في الجوهرة هنا فيه كلام قلناه في المرة الايه الماضية انجبت تأثيره تأثير المراد ايه؟ الايجاب والاختراح والاختراح يعني الاحداث للاشياء من العدم وهذا لا يصور الا لله سبحانه وتعالى لا يصح لأحد الا الله الواحد القهار جل وعلا فلا تأثير لقدرتنا لا ننفي قدرتنا الا لو نفيت القدرة انجب انت اصبحت عاجزا والعاجز يعني غير القادر غير المستضيع لا يكون مكلفا انجب فائدة القدرة الحادثة ليست تأثير ولكن ايه؟ صحة انبناء التكليف عليها يعني لو لا وجود هذه القدرة الحادثة لا يكلف الانسان فيكون حين اذن ليس مستطيعا وليس عنده قدرة يعني يكون عاجز والله تعالى يقول لا يكلف الله نفسا الا وسعها فبالما ليس في وسعه يعني ليس في طاقته يعني ليس في قدرته لا يكلف انجب ان القدرة الحادثة لا تأثير لها ولكن ايه؟ نميز بها بين مين ومين؟ بين القادر اللي هو المستضيع في الظاهر وبين ليه؟ العاجز فلا تأثير لقدرتنا في شيء من افعالنا الاختيارية زي ليه حركات حركاتنا كلامنا اي شيء فالتأثير ليس الا للواحد القهر يعني لا تأثير لقدرتنا من افعالنا الاختيارية كالحركات والسكنات والقيام والقعود ونحو ذلك قطعات المعاطي كل شيء لا حول ولا قوة الا بالله لا حول يعني لا حول يعني تحول عن شيء الى شيء اخر ولا قدرت على فعل شيء الا بالله مش بكا فمن نفسك او من جهتك لا حول لك ولا قوة لا حول ولا قوة الا ايه؟ الا بالله وهي تند من كنوب الجنة تحضن عن شيء؟ تحول تحول فهذه القدرة الحاجثة من خلق الله يخلقها الله والفعل الذي يكون عندها مش بها الفعل يكون عندها لا بها ايضا من خلق الله اذا فما فائدتها ولا تأثير لها لان الذي عنده هذه القدرة اسمه مستضيع اسمه مكلف والذي ليس عنده هذه القدرة غير مكلف غير مستضيع يعني عاجل ثلاث سنة عاجل ثلاث سنة لا يتأثى له التسليف ولا يتأثى منه ولا يخلق الله تعالى الفعل عند عدن وجود هذه القدرة فيخلق الله تعالى الفعل عند ايه؟ اقتران هذه القدرة ليس لها تأثير في افعالنا الاختيارية كالحركات والسكنات والقيام والقعود ونحو ذلك بل جميع ذلك مخلوق له سبحانه وتعالى بلاوافضة كما ان قدرتنا الحادثة مخلوقة له تعالى والدليل على ذلك قوله تعالى والله خلقكم وما تعملون ايه وخلق عملكم او وخلق ايه؟ معمولاتكم واضح؟ فان قلت اذا لم يكن لنا قدرة على ايجاب شيء ايجابا لما هنا قلنا خذ العبارة قلناها فوق جميع ذلك اللي افعالنا الاختيارية مخلوق لله تعالى بلا ايه؟ بلاوافضة كلمة بلاوافضة اشارة ربدة اعتقاد من يعتقد ان افعاله تعالى تتقر الى الوصائق كاعتقاد ان الاسباب العادية تؤثر بقوة مدعت فيها وسيأتي اقبال هذا عند قوله ايه؟ ومن يقل بالقوة ليه؟ المدعت يبقى الدليل في قوله تعالى والله خلقكم وما تعملون يعني خلقكم وخلق عملكم على مختاره سيبويه ده امام النحر ان ماء مصدرية لاتغنائها عن الحج والادمار وعليه فالامر ظاهر فاذا كانت ماء ان تكون مصدرية اما تكون ايه؟ اما تكون موصولة الموصولة يعني بمعنى ايه؟ بمعنى الاذي فالضمير محذور المصدرية ده مش عاود ايه؟ ضمير انما لو كانت موصولة انتقى معنىها في ضمير اتقى والذي تعملونه كده؟ ده اذا كانت ايه؟ موصولة انما اذا كانت مصدرية لا تحتاجى لا ايه؟ الى ضمير يعني حسب جمعناها على انها موصولة اي خلقكم وخلق الذي تعملون لازم يكون الضمير عشان الرب اي خلقكم وخلق معمولكم يبقى اذا كانت مصدرية خلقكم العمل المصدر به واذا كانت موصولة يبقى الايه المعمول خلقكم وخلق معمولكم او معمولاتكم اللي هي ايه المعمولات اللي عملوها دي او العمل شفا من الجمع او معمولاتكم على انه ده موصول اللي هي ايه التي اشار اليها تعالى بقول افتعبدون ما تنحتون يعني ما تنحتونه توديقا لهم على عبادة ما يعملونهم من الاصنام فلا تدلوا فلا دليل فيها للمعتزلة ايضا لان المعتزلة جعلوها ايه جعلوها موصولة امام كلا ما تنحتونه من الاصنام لانه حتى الحجر اللي بيصوروه في مثال او الكشب اللي بيصنعوه ما ادعى احد للمعتزلة انه هم الذين خلقونا لكن كلام واقع عليه على صنعهم وعلى ايه تصويرهم يعني على الهيئة التي احدثوها في الحجر والخشب وليس على خلق الخشب ايه او الحجر لانه لم يقل به احد فان قلت ده السؤال المهم اذا لم يكن لنا قدرته على ايجاب شيء فكيف ينسب لنا العمل وكيف يصح تكليفنا به ونقاطب به يعني احنا طبعا ايه مناش قدرة على ايجاب شيء خد بالك على ايجاب شيء يعني على احداث شيء من عدم فكيف ينسب لنا العمل وكيف يصح تكليفنا به ومخاببتنا به انه التكليف ده خباب خباب الله تعالى قال تعالى وقل اعملوا خباب الله تعالى المتعلق به ده فعال المكلفين ده خباب والله تعالى قال وقل اعملوا من اللي حيعمل هنا المكلف فتيرى الله عملكم فاسند العمل الى مين الى المكلفين وذلك ايه ظاهر في نسبة العمل الى العباد وذلك كثير في الكتاب والسنة قلنا ايه الجواب النسبة الينا ومخاطبتنا بتحصيله من حيث ده ماذا بالايه اشاعرة من حيث انه كشب واكتساب لا من حيث انه ايجاز واختراع يعني معنى كده يريد ان يقول لك هناك جهتان جهتين من جهة جهة من حيث خلق والايجاز يعني اذا العمل له جهتان جهة من حيث ايجازه واحداثه بعد العدم وهذا لا ينسبوا الا الى الله تعالى اما الى العبد من حيث انه كسب واكتساب كسب لما يكون ايه في الخير كتاب لما يكون في الشر قال تعالى لها ما كتبت وعليها وعليها يعني في الشر وعليها ايه ما كتتبت جواب حيث وتوضيح ذلك ان قدرته تعالى ابرزت الاشياء على طبق ارادته من العدم الى الوجود وهذا الابراج هو المسمى بالحيجاج والاستراع وهو المراد بتعلق القدرة القديمة واما قدرتنا فقد تعلقت ببعض الافعال الافعال الاختيارية برضو تعلق القدرة بتاعتنا نحن على جهة الكسب والاكتساب وليس على جهة الاجاب والاختراع وهي الافعال الاختيارية التي لنا فيها الاختيار والميل والقصد من غير ايجاد واختراع يعني اخترنا عندنا اختيار والاختيار ثابت ومقرر وعندنا ميل لان الانسان اذا اختار شيئا يعني يعني مال اختيار حتى مسألة الاختيار مثلا في ايه الزواج حتى اختار اذا كان في ميل حتى اختار اذا كان في ميل خلاص ماشر يعني اصبحوا عدم هذا الشيء اذا شير اذا شير اذا كان في ايه اختيار وفي ايه وفي ميل وفي قص وهذا الاستيار ايضا مخلوق فينا والميل مخلوق فينا والقص مخلوق فينا لكن ايجاد الفعل ليس لنا هم اللي مين لله تعالى عشان موضوع وحدانية وحدانية الافعال وهذا التعلق على طبق ارادة والمسمأة التعلق له على طبق عندنا حشين عندنا ارادة وعندنا قدرة وارادتنا حادثة وقدرتنا ايه حادثة والله تعالى عنده ارادة وعنده ايه قدرة وقدرته قديمة وارادته قديمة يلقى اذا الارادة القديمة تقيد او تحكم على الارادة الحادثة وأيضاً على القدرة الحادثة فلا يكون شيء بالإرادة الحادثة ولا بالقدرة الحادثة وما للتعلق ده إذا يسمى عندما يكون التعلق بالإرادة الحادثة والقدرة الحادثة يسمى كثب أو اكتساب وبالقديمة يسمى إيجاد وتأثير وإنك مولانا أعواتكم المولانا عندنا جهتان الاستيار والميل والقصد من غير إيجاد واختراع وهذا التعلق على طفل الإرادة الحادثة الحادثة مسمى كثب واكتساب فتعلق قدرة الله تعالى على وفق إرادته تعلق إيجاد وتعلق قدرتنا على طفل إرادتنا تعلق كثب يعني تعلق هو كثب لا إيجاد فأفعالنا الاستيارية قد تعلقت بها القدرتان إذا تعلق القدرة الحادثة كثب وتعلق القدرة القديمة إيجاد وتأثير أو إيجاد واختراع إذا تعلقت بها القدرتان القدرة القديمة والقدرة الحادثة وليس للقدرة الحادثة تأثير وإنما لها مجرد مقارنة والله تعالى يخلق الفعل عندها لا بها نحن عندنا الاختيار ثابت ومقرر وعندنا الميل وعندنا القفض حتى في القرآن الكريم فلا تميله يعني في ميل وفي قفض للإنسان وهذا الميل خلقه الله تعالى فيه لم يخلقه الإنسان والقفض خلقه الله والعزل والتصميم كل هذا قبل الفعل لكن إيجاد الفعل وإحداث الفعل ليس للقدرة الحادثة ولكن هذه القدرة الحادثة لها مجرد مقارنة فالله تعالى يخلق الفعل عندها لا بها هنوضح ايه الفرق بين عندها وبين ايه وبين بها كالإحراف عنده عنده مماشة النار للحطب فمن حيث انه تعالى خلق لنا ميلا إلى الشيء وقفضا إليه وخلق لنا قدرة مصاحبة لقلقه تعالى يعني خد بالك القدرة بتاعتك انت ليست مصاحبة موجودة فيك قبل الفعل ولكنها مصاحبة للفعل يعني متى يظهر انك انت قادر على الفعل ها؟ قبل الفعل ولا عند احداث الفعلية لانه قبل الفعلة بكم تجالف انا انا لا اعرف اذا كنت قادر او غير قادر اذا حتى هذه القدرة لا توجد الا عند مقترنا باجاب الفعل فكأن الله تعالى اذا خلق الفعلة خلق معه معه هذه القدرة المصاحبة له حتى يكون الانسان مسؤولا او قادرا او مستطيعا ولكن اذا خلق الفعلة بغير هذه القدرة الجدية معجزة على غير الجهة العادية بغير هذه القدرة بغير هذا الشيء او مثلا زي ما حدث في غزة البر يجل بعض الصحابة يريد ان يضرب واحد من المشركين فيرى ان انقه قد تقضت على الارض بدون ما يصل الى السيئة فالكذا يعني يحدث ايه حالة يعني ممكن يخلق الله تعالى الفعلة مع عدم الوجود احنا بلنا هذه القدرة لا تأثير لها فالكذا يعني يحدث ايه حالة ما عدل من الجودها وما الفائدة فائدة وجودها ايه عشان نميز التكليف عشان التكليف لان في هذه الحالة لو ما فيش قدرة لنا ولا نشعر بها وليست مصاحبة للفعل هنبه احنا ايه مجبورون والجبر واضح وطالما فينا ارادة وفينا اختيار بلابد من وجود هذه القدرة الحادثة واضح او لا مش راضح معنى كده انسان مالوش فعلي بالقوة مالوش فعلي بالقوة مالوش فعلي بالقوة كيف فعلي بالقوة؟ يعني مثلا انا دلوقتي لما اغمض عيني فانا موبصر من القوة موبصر من القوة يعني عنده مكبر على الرصار ولكن لا أبصر فمعنى ذلك ان عندك المقدرة بمعنى ان المقدرة يقهى الله تعالى مش موجودة بسهل اذا اردت ان ترس بل انسان مالتبش لقوة افصال خالص بالقوة لا ينتب اليها على الحقيقة من نسبة المجازين اعملوا واسند الله تعالى الاعمال الينا لكن اسندها على جهة على جهة الكسب وليس على جهة الاجابة لانه يتحقق معنى انه تعالى واحد واحد في افعالك فانت لما تفعل انا بصف بالمساعدة ما نستطيع حلها لانها من عويصات علم الكلام وثلاث متائل ما حدش حلهم قال الخراج قال علم ثلاثة اللي هو صفة الوجود ما هو نفس الموجود فلما جعلوه ليصفه هو عين الذات ومسألة ايه الصفات هل هي الذات ولا هي غيرها ومسألة افعال العباد هل مخلوقة للعباد ولا مخلوقة لله عشان يتطور الظلم او تطور الشريك على الانين فده ثلاث متائل من اصعب المتائل رب احنا نفعل ما نفعل هل نفعله من الامور البداية او الامور المعلومة لنا هل نفعل ما نفعل باختيارنا وارادتنا ام لا نفعل ما نفعل بارادتنا واختيارنا وقدرتنا ده الظاهر لنا قال العباد يفعلون ما يفعلون بارادتهم واختيارهم مواضح كده العباد ثاني قل لك العبارة فهمها كده اندقق العباد يفعلون بارادتهم واختيارهم ما يريده الله كده اربط بل اثنين العباد الثاني يفعلون يفعلون بارادتهم واختيارهم ما يريده الله تعالى يعني ما يريد الله تعالى منا ان نفعله هو يريد ان نفعل شيء فنفعل ما نفعل باختيارنا نفعل ما اراد الله ان نفعل بس به بارادتنا واختيارنا هي معادلة صعبة شيء يعني العباد يفعلون بارادتهم واختيارهم ما يريد الله ان يفعلوا هل احد يماري او يجاذب او يعترب على هذا هم تشعرون ان اشعر الله اه ايوه اه يعني العباد يفعلون بارادتهم واختيارهم ما يريد الله منهم ان يفعلوا نعم نعم انت الان بلسي لا يحدث شيء في هذا الوجود الا الى ايه ارادتهم الله وما يحدث يعمى يكون بفعلنا واختيارنا يعمى يكون بغير اختيارنا احنا قلنا في افعال اضطرارية وفي افعال اكتيارين لا نزاع في ايه فيما هو مطبر فيه الانسان او مجبور عليه ايه ظاهرا وضاطلا نفعل كل ما نفعله من امورنا او من افعالنا الاختيارين بايه بارادة الله تعالى وما شئته فنريد ان نكون عبارة جميلة اه تجمع ايه او تحلل لنا مشكلة بمعنى تقرب لنا الشيء العباد يفعلون بارادتهم واختيارهم ما يريد الله ان يفعلوا بالنظر 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 الى انهم يفعلون ما يفعلون باختيارهم فهم ايه وبالنظر الى انهم لا يختارون الا ما اراد الله ان يختاروه فهم مجبور ثاني كده يعني عندنا حننظر بعينين وليس بعين واحد ننظر الى العباد في انفسهم وفي انفسهم هل تفعلون ما تفعلون بغير ارادتكم يقولون لا نفعل بارادتها اذا فانتم مختارون اذا هل تختارون الا ما اراد الله ان تختاروه ايقول لا فانتم مجبورون ولذلك الشيخ الكوراني لما فسر في اخر سورة انسان شهر يمرين القراني قال كده العبادة الانسان مختارا في افعالك وليس بمختار في اخياره لانه لا يختار الا ما اراد الله ان يختار الانسان مختار في افعاله صح كده لانه لا يستطيع ان يمكن ان يفعل ما يفعل بإرادته لكن قل له تعالى ان تختارت ايه هل تستطيع ان تختار غير ما اراد الله ان تختار حيقول لك لا فانتم مجبور واذا قال بعض الاهل السنة بان العبد يخبر فعلا بقوات العزاء لا مش اهل السنة ده اهل افدعى ولا المعتاد لا لا ما يقولوش كده اللي قالت القوة المدعة ده حيه تاني من قوة المدعة انما اللي قالو الشيخ الغزاء ده شيء تاني حياتس الكلام او امام الحرمين ولما نصل اليه احنا نستطيع ان احنا فنمشي خطوة احنا عندنا جهاتين نظرفين اذا انت نظرت الى انك تفعل ما تفعل بسكيارك وعرادتك فلا شك انك مفكر لكن هل تستطيع ان تفعل غير ما اختاره الله انت فعله الجفاء انت مجموع والذلك اللي يقول بالجبر غلط واللي يقول بالاختيار غلط اذا لا جبر ولا اختيار ولا فنجبر واختيار كيف حياتي الكلام ذات عندما قال الله تعالى هل قال اه شو كده ان اعيش وما تشاءون الا ان يشاء الله كلمة وما تشاءون اثبات مشيئة وارادة الاولى للعبد ولا نفس اثبات ولكنها مقيدة لمشيئة الله فلا يستطيع الانسان هو يشاء ويقتار ويفعل ما يشاء الا انه لا يشاء الا ما شاء الله ان يشاء واضحة انت تشاء اعملوا ما شئتم متحكين بالقرآن وقال لك وما تشاءون يعني اثبت لك المشيئة ولكن قال لك شئ ما شئ فانك لم تشاء الا ما شئ وما تشاءون الا ايه الا ان يشاءوا فانا اعطيك الاول خطوا خطوا يمشي معاي مرحلة مرحلة عشان نصر بالنظر الى انهم يقعلون ما يقعلون باختيارهم فهم ايه اختارون ولا يمارث هذا الا مكان ولكن بالنظر الى انهم لا يختارون الا ما اراد الله ان يختاروه فهم مجبورون ابو بعدين هل هم مختارون ولا هم مجبورون اختار المحققون الا جبر ولا تطويض يعني لا جبر يعني ليس الانسان مجبور ولا تطويض يعني ليس هو حر ليس هو مفوض ان يقعل ما يشاء لانه لو كان مفوض ان يقعل ما يشاء فالمفوض اليه لا يشاء الا ما شاءه المفوض لذا هو جبر ولكن ليس كالجبر وتطويض ولكن ليس كالكفوض جبر ليس كالجبر من جهة ان الانسان جبر ليس كالجبر لانه لا يصادن ارادة الانسان لو كنت انت مجبورا حقيقة ارادة انت معناها ما اردتوش لكن انت اردتو وليس تطويضا لانه ما ترك لك ان تفعل او تفوق في الساعد الا ان تفعل ما اراده المفوض وليس ايكا التطويض لانه التطويض معناه اعمل ما انت عاوض اقل اعمل او انتي حاول اعمل ايضا اعمل اعمل بيباً بداية عندنا قلنا إذا نظرنا إلى أنهم يبعلون باكتيارهم هم مختارون تعالوا إذا أختاروا إيه إلا أنا أختار وما تشعرون إلا إيه إلا إن شاء الله المحقق يقولون أنه لا يوجد جوة ولا يوجد تطوير ولكن أمر بين أمرين أعرف المعتادين لما قالوا منزلة بين المنزلتين يعني قالوا ما فيش جبر وما فيش تطوير وما فيه قالوا فيه حاجة بين حشين ما فيه إيه؟ قالوا ده سر مش هنستطيع أنها تكتشفوا أبداً ولذلك خد بالك كل ما تجد المذهب محقق المسألة جداً ومش فهمها فاعلم أنه أقرب إلى الحق لأن القدر سر الله فلا ترشوف إنما إذا رأيت كتاب يتعلم أن يقول رأيتك أو إذا حلل لك المسألة دي بصعفة كده يجد معناها ده يقول سر سر الله فإذا عرف يحلها ويبصبها لك إذا ده معناها مش هو الحق ده إن المسألة صعبة جداً واحتارت لها العقول فالي يبصبها أو يحلها أو يكفها سرعة كده تجد لكلام غير الحقيقة وغير الصواب إنما ليجعل الإنسان فيها متعلق ومش عارف إيه الحكاية هو ده الحق ده لأن القدر سر الله وإذا كان سر هل في أحد يستطيع أن يكشفه وإذا احتاروا وأنت فتر الأشاعر حلوا المشكلة لا ده وقف موقف الأدب بين المعتدلة وبين الجبرية اللي هو قولهم يؤدي إلى نفي التكاليف تأدهم مع الله وقالوا إيه حتى الكسب إلى الآن ما حدش فاهم إيه ما أقولك هذا أخفى من كسب الأشعرين واستهموهم بكلام لكنهم في الحقيقة إلى الحق أقرب أو الحق هو مذهبه لأن المسألة تحرر العقول وكل ما تجدها معقبة يعني معناها هذا هو الصح تمام كم قالوا أمر بين إيه أمرين أه ما تحلت شيء قالوا ما في الجبر قالوا ما في الجبر لو قلنا في الجبر لا استضلنا مع إرادة الإنسان ولو قلنا في تفويض فمعنى هذا أن المفوض إليه يقعل ما يشاء بدون إيه علم أو إذن المفوض ولكن المفوض لا يفعل إلا ما أراده إيه المفوض إليه إلا ما أراده المفوض فان التفويض جبر الله كالجبر وتفويض الله كالطفيل لما يقولك جبر الله كالجبر وكيف تقولك جسم الله كالأجسام أو يد الله كالأياب يبقى معناها بب محل شيء ولكنه قرب لك لإيه ولذلك قالوا أمر بين إيه بين أمرين بعض قالوا أنت قلت لا جبر ولا إيه ولا تفويض مش كده؟ بعض قال لها إن شئتك فقل جبر وتفويض معاً جبر يفترق عن الجبرية أكثر يعني إحنا جبرية بس إيه مش تدع الجبرية لأن الجبرية عملوا إيه إحنا خد بالك إيه الفرق بين أهل السنة والجبرية الجبرية قالوا لا قدرة للعبد نفو قدرة للعبد سفراء أم إحنا أثبتنا القدرة ونفينا التأثير نعم الجبرية نفو القدرة ونفو ريح التأثير قال إنسان زي أهل زي ريشة معلق محب الريح تحرك الرياح كيف تشاء يبقى إذن جبر يفترق عن الجبرية لعدم مصادمته إرادة المجبور وتفويض يفترق عن الكلام المعتجلة لعدم اختيار المفوض إليه إلا ما أراده المفوض فالإنسان يفعل ما يشاء ولا يشاء إلا ما شاء الله أن يشاء فهو يفعل ما يشاء الله ويشاء هو نفسه معه فهناك تفويض لأنه يفعل ما يشاء وهناك جبر أو شبهة جبر لأنه لا يفعل غير ما يشاء الله وهذا أي الجمعة إذا احنا شكرا إحنا الأول قلنا إيه ما في الجبر وما في تطول ورجعنا قلنا في جبر في إيه وفي تطول وعرفنا إيه معنى في جبر كيف وكيف في إيه تطول جمعنا كده عملنا إحنا كده جمعنا دين حاشين كأنهما يعني متعارفتين فهذا الجمع اللي هو جمع الجبر مع التطويد والتسير مع التخير من خصائص قدرة الله التي لا يقدر عليها إلا الله كونه يجمع بينه الجبر والتطويد وبينه التسير مع التخير فهذا من خوافص قدرة الله تعالى لا يقدر على ذلك إلا الله فإن عبدال أخر واحد قال لك إيه اتعنى محكدة في الطريقة بتاعتكم دين يعني حنصر في النهاية إلى إيه إلى الجبر فيقولون إن الإنسان مجبور يعني بناء على إيه على ما قرلتموه بموقفه هذا من أفعاله حيقول لنا مجبور تمام كده نقول لهم حتى لو انتهينا لكن في إرادة حتى لو انتهينا إلى هذا القول فهو مجبور ولكنه غير معذور تمام كده لا ففيش تناقض متى يكون التناقض يكون التناقض لو كان لو كان الإنسان مالوش إرادة تمام إنما انت انت لك إرادة وانت هتفعل ما تشاء وحتشعر بذلك ولكنك لا تشاء ده خالق أصلا انت عشان تفهم إنه فيه تناقض وانه فيش تناقض لاجب تفهم العلاقة بين القديم الأجل وبين الحادث وهذه لا تقدر عليها العقول دليم المواقب العقول ما تكبرش تفهمها عشان تحكم بالتناقض لأنك الآن كده تقرر بنفسك وبالبداها أنك تفعل ما تشاء هذه الجهة بتاعتك ولكن الجهة بتاعت ربنا أنه لا يكون في خلقه إلا ما يشاء فكيف تم أولي العلاقة بين الإرادة هذا لا تفهمه العقول وذلك إن القدر تره الله فلا تتفهم أين التناقض التناقض لو أنت لم تشأ شيء ثم فعلته وهذا لا يحدث عندك وإلا في هذه الحاجة حاجة بالخارج عن إيه؟ عن قرأتك أنت مشهور عليها وظاهر الجبر هذا من الأفعال الاضطرارية وأن الأفعال الاضطرارية لم يختلفوا فيها إنما الاختلاف وإنما الاضطرارية سأعطيك مثلا مرة ما سلونا نحن كنا في السنة وزمان سأعطيك مثلا لاتحاج الترابتين بدون تناقض وبدون تعارض أنا مثلا شيخ معاذ أو مدير مدرس فيأتيني كل يوم في ناس تتسلق من السور زي ما كنا نعمل زمان نقل نفذ من الإيه؟ يعني كذلك كنتم من قبل فوصل إلى المدير أو المسؤول أنه طلب إيه؟ يهرب ويقفز من الأسوار لأنها إيه؟ واطئة فعمل إيه هو؟ رفع الأسوار وأصبح الخروج منها مستحيل وبعدين أغلق الأبواب هل يستطيع أحد الخروج؟ فلا أخير تمام؟ لكنه لا يعرف الجالد هل جالد باختياره؟ ولا جالد لأنه لا يستطيع الخروج؟ أصبح هنا الأمر إيه؟ مش هنعرف مين اللي قاعدة هنا وهو أنت لو حدث تخرج مفيش مهيارة فحال الله عبد إيه؟ لكن في ناس فعلا جالد حتى لو فتحت الأبواب مش هتخرج أو حتى لو استضعت الخروج وفي ناس تريد أن تخرج ولكنها الأسفة تطرت إلى الإيه؟ فماذا فعل؟ رح فتح الأبواب على مصراعيها قال بماشر تتعبوا نفسكم ليه وتروحوا وتقفضوا من أهل وما فيش حركة ولا فيش أحد حيمنع من الإيه؟ من الخروج فالسؤال هنا في بعض الناس حيجلسوا وفي بعض الناس إيه؟ لما حيارك أبواب مفتوحة وما فيش أحد بأخذ قياب ولا حضور حيارك يخرج في السؤال هنا هل خرج من خرج بإرادته ومشيئته أم لا؟ نعم طبع في نفس اللق بإرادة المسؤول اللي هو الشيخ المعرض أم لا؟ لأنه لو أراد عدم الخروج لأغلى قلبه إذا معناها كأنه أراد أن يخرجوا لكن بإرادتهم اتحدت الإرادتين ولا ما اتحدتش؟ لأنه لو لم يرد لهم الخروج هيغلق الإيه؟ الباب ولكن أراد الخروج ولكن ما جعل جعل الأمم يخرجوا كذلك وحملهم ولكن جعلهم يختارون الخروج بأنفسهم ببليل أن هناك قوما لم يخرجوا وبقوا على هذا هل قال هذا فيه تناقض؟ نعم وضحت المسألة المضحك ممكن أنكحه وممكن أنكحه زي أحدك مسألة في المجاح والسقوق ها؟ هو كده يا مولانا أكد الرصحات تعال بنا أنا معاكم ليه كام شهر وحفظتكم وعارف مستواتكم وعارف سبع من غير انتحان الصبيعة أقول ده حياخذ عشر حياخذ عشرين ده سفر من غير انتحان ولكن لو عملت كده حاجة واحد من اسرائيلي أحتاج تقول أفراك أنه أنت لا أعرف مستواتي ولا قدراتي أنت مش خالقي ولا حالي أنت لو امتحانتني أنا كنت حضلها الأول فتديني ليه خمسين أعمل الامتحان من حضلها الأول ربما الملحقص أنا تعالى عارف أنه سأعمل لكم امتحان ومع ذلك ستطلع متيجة الامتحان هي ما علمها الله قبل الامتحان ولكن لم يدخل العباد الجنة والنار بدون الامتحان ومن قبل الامتحان لا أعرف مين زي أنا قلت لكم النتيجة معروفة مسدقة نزي نتيجة الامتحابات تسعة وتسعين ما أعرفه يمكن ولكن بس تتأمن الامتحابات دين معجان الديمقراطية وفي مراقبين من الدول الخارجية ومعروف مين اللي حيطلعه من الدول الخارجية إن العباد كلتان يقول هناك نفعلون ما يفعلون بإرادتهم واختيارهم ولكنهم لا يختارون إلا ما اختار هنا عندك جهتين جهة أنك تفعل لا تفعل بإرادتك فأنت مختار ولكنك لا تختار إلا ما اختار الله أن تختار أهدى معنى قوله تعالى وما تشاؤون فلم ينفي مشيئة العباد ولكنه جعلهم لا يشاؤون إلا ما شاءه الله أن يشاؤون إذا جمعنا بين الامرين جبر وتفوير وتثير وتخير متير يعني هذا من جهة هذا من جهة لابد من فكاة الجهة وإلا سيحدث التداقل وإلا سيحدث التداقل مين؟ اه شكرا ايه معنى قول الشيخ اللي قلناه لما وصل إلى قوله تعالى وما تشاؤون إلا أن يشاء الله قال إن الإنسان مختار فيها وإلا لو نفين الاختيار في الفعل هذا يؤدي إلى نفي التخليف نعم ولكنه ليس لمختار في اختيار لأنه لا يختار إلا إيه؟ ما اختار الله أن يختار وهذا نفس قوله تعالى وما تشاؤون إلا أن يشاء الله بعضهم تتكلم في النقطة وهو قال إيه؟ قال يعني من ناحية استدل استدل يعني مذهب الجبرية استدلوا على الجبر بعلم الله تعالى الأذرين خذ بالك لأن الله تعالى علم ما كان أهل وما هو كائن وما يكون كده علم كل شيء فعندما يفعل الإنسان يعني علم الله أنك تتفعل كذا في وقت كذا في يوم كذا فحل المشكلة به قال إن لا يستطيع الإنسان أن يحدث شيئاً من غير ما سبق به العلم الأذرين فمعنى هذا كده مجبور كده فردوا عليه قالوا العلم صفة انكشاف وليس صفة تأثير لأنه أنا أعلم أنك المشافة ولا تأثير كدرة فانتفى الجبر بانتفاء التأثير لصفة العلم وقالوا من يدل تابع لمن يعني إحنا نصبر أفعال بمعلومات العلم فالمعلوم هو اللي تابع للعلم ولا العلم هو اللي تابع للمعلوم أي ضرب العلم هو اللي تابع للمعلوم حتى يكون العلم حقيقياً ولا يكون جهلاً لازم العلم يكون وسط المعلوم لكن عندما شكراً قد بالك كتب الله تعالى أن العباد يعني ما يفضل من أفعال العباد هل هذه الكتابة كتب لأنهم يفعلون كلاً ولا كتب يعني معناها لما يفعل إنشان هل يفعل هذا لأن الله كتبه عليه أم الله تعالى يعلم ما سيقع منه فكتبه عليه يعلم ما سيقع وكتب عليه قالوا باختياره وإرادته ومشيئته ولكنه لم يستطيع أن يفعل شيئاً غير ما سبق به في العلم قالوا يعني معنا كده فعل الإنسان مقيد بإرادة الإنسان وباختيار الإنسان وكل هذا داخل في علم الله إذا من هذه الجهة إيه لأنه تقدم الإرادة على إيه على الفعل وتقدم العلم على الإرادة فأصبح هو إيه مجبور في هذا فبعض قال لو قلنا بالجبر في أفعال الإنسان لأن علم الله تعلق بها قالوا هذا أيضاً يؤدي إلى الجبر في أفعال الله تعالى نفسه لأن علم الله تعلق بها الجماعة لكذا ربنا نفسه مجبور في أفعاله بمعنى لا يفعل إلا ما إيه ما في علمه يعني ما علم أن يفعله يفعله لكن هل يفعل غير ما الجماعنا حينقلب علمه إلى إيه إيه إلا بلد من الجبر في أفعال الإنسان بلد في أفعال الله تعالى فالرد عليهم بإيه أنه الاختيار ينافي إيه ينافي الإرادة ولا ينافي السعر كي تنافي الإرادة وما ينافيش السعر لأن الإرادة لازم يكون بين أمرين تخصيص أحد إيه الممكن ببعض ما يجود عليه فإذا اختار الإنسان مثلاً أن يفعل أحد المرادين الجساعة اللي هنالاختيارة الجساعة في الفعل لا يقال مجبور لأن الإرادة سادقة على الإيه على الفعل فهو ما فعل ما فعل إلا بعد أن اختار إلا بعد ما اختار أن يتعلك فلا يكون الاختيار عند الفعل ولكن يكون الاختيار عند الإيه عند الإرادة هذا بالنسبة للإنسان لكن لما كانت إرادة الله تعالى أزلية وعلم أزل إن كان ما فيش تبك حاجة على الحاجة العلم أزل والإرادة أزلية فعندما خصص الله الممكن ببعض ما يجود عليه في الأزل كان في إرادته مختارا فبعد أن يختار الله تعالى أحد الأمرين اللهم يجودوا على الممكن يجي عنده التنفيذ يقوله هو مجموع لما هو اللي اختار في الأزل كده فانتفى كلمة إيه الجبر في أفعال الله تعالى لكن لما كانت لما لم يكن قبل الأزل أزل ولا قبل الإرادة في إرادة ولا قبل العلم العلمي بالنسبة لله تعالى كان الاختيار على إيه على معناه الصحيح أما بالنسبة للإنسان فسبق الاختيار هو بعلم الله تعالى لكن ما فيه السبق بين علم الله وإرادته فالعلم أجل والإرادة أجلية فالكلام اللي قوله على الإيه بالنسبة لله تعالى لا يصح أما بالنسبة للإنسان وإرادة لم يقل تعالى ما أقدر أو ما أنفذ أو لا أفعل إلا ما إيه ما أشاء لما قالها بالنسبة المين بالنسبة للإنسان قالوا ما تشاءون إلا إيه إلا أن يشاء الله يبقى هذا كثير في الكتاب والسنة من إثنادي أفعال العبادة إحنا وصلنا عند تأثير القدرة الحاسفة القدرة الحاسفة لا تأثير لها إلا إيه مجرد الاقتران يعني تقترم تقترم يخلق الله تعالى الفعل عندها خلاص كلا لا بها لأنه لو كان بها يعني معناها حالي بعين إيه الله تعالى محتاج إلى الوصائف أو أن هناك شيئا يفعل معناه اه يعني معناها في واصبة بالذان بدون هذه الوافبة لا يتم المثال يعني زي مثلا واصبة الذبح هي السكين لو انت مش معك سكين وعاوست تذبحني انت محتاج للوافبة يبقى انت تذبحني مش عند السكين ولكن بها يبقى عشان كده قالوا عندها ولم يقولوا ايه ولم يقولوا بها يعني معناها الله تعالى يحرقه عند مماسة النار للشيء الذي يخلق الله تعالى الإحراق عند مماسة النار للشيء ايه الذي تحرقه عنده وليس ايه وليس بها كالإحراق عند مماسة النار للحفظ فمن حيث انه خلق لنا ميلا الى الشيء وقفدا اليه وقلق لنا قدرة مصاحبة لقلقه ذلك الذي قصدناه نسب الينا ذلك الفعل وطلبنا به اذ هو في الظاهر تأمل في هذه العبارة اذ هو في ظاهر الحال يتراءى انه فعل للعبد صحة ولا هو بحيث الظاهر وبحيث الملاحظ وبحيث المشاهد فعله وما الوشل تأتي متى احنا قلنا لو نظرت ما فيش اشكال ابدا اذا نظرت الى جهة العبد وحدها ولا اشكال اذا نظرت الى جهة الرب وحدها وانما الاشكال اذا نظرت الى الجهتين معا فاذا نظرت الى دلائل التوحيد الله قالت كل شيء خلف حتوك واذا نظرت الى ان العبد مختار ومسؤول وانا اذا نظرت الى اثنين مع بعض هنا يأتي الايه التحير ويأتي باشكال ولذلك الامان دي واجب وهذا من اركان الامان الى ايه الستة ولو انت فهمت وكذا يجب معناه الامان لازم يكون ايمان بشيء غيبي مش بشيء مفهوم وده مش ايمان بشهادة لازم تؤمن بالشيء اللي هو ايه لا يحب به العقل ولكن العقل لا ينفيه ولا يقول باستحالته يتحير فيه يعني يقف عنده وده قالوا هذا من مواقف العقول القائد هو في ظاهر الحال يتراءى انه فعل للعبد واذا نظر الى دليل التوحيب صبت اتسلم على الجماعة ما شكرا قد حرق الوضبع ان شاء الله شوية كده ان شاء الله اعزه الوضبع ان شاء الله شوية مع الاتفال ان شاء الله الجميع ثاني شوية لا قد حرق الوضبع لك لك انت بيشيخ هنا في حلوان لا 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 رحنا بصدق ونقليها مرة ثانية شوية ناشا فالسه الجمعة اذا نظرت في ظاهر الحال الى الظاهر امامك دفعه لمن نظرت الى دليل التوحيد اللي قلناه نعم ما فيه الكموم الخمسة نعم قطع الناظر بان الفعل ليس مخلوقا الا لله تعالى وحده لغة لانه لو قلت ان ال اذا اثنت ايجاد الفعل الى الانسان لذي ما الشريك مع الله يعني كأنك جعلك خالقا ثانيا نعم جعلت ان الفعل خلق العبد لأفعال نفسه وخلق الله تعالى لمن قلناه اشرفت مع الله في الخالقية يعني كيف شاء نعم وفي كما مفصل في السعر يبقى معنا في كما مفصل اذا احنا رجعنا الى اثبات الشر نعم واذا نفيناه عن العبد يبقى تصورنا الظلم في حق الله تعالى يبقى اذا اثبتنا لفعل العبد لازم الشريك واذا نفيناه لازم الظلم في حق الله الرجع نعلم نظرة للعبد ان ده مش هو اللي فعله يبقى معناها ايه الظلم انا فعلته وانا حسدنا عليه أنا أقول أنا مالي. أنا معملك هذا. بحاجة معناها ايه؟ ظالم وما ربك بظلام من العبيد. لا أبداً جعلناه للعبد. تفهم هنا؟ يعني حيلدم على نتيو عن العبد الشرك. الظلم. وحيلدم على إثباته للعبد الشرك مع الله. فأنا قلنا التوحيد في ايه؟ في الأفعال زي وزي التوحيد في الذات والصفات. نعم. الله خالق وإيه؟ كل شيء. فعلم أن هذا التعلق عبارة عن مقارنة القدرة الحادثة. يعني تقارن القدرة الحادثة تقارن ايه؟ ما في مقارن وفي مقارن. حتقارن ايه؟ جاوبه. ما يباش نحلمين؟ غلق الله للشيء. حتقارن فعل. ما في فعل يوجد عند هذه القدرة كلنا عندها؟ نعم نعم. يعني زي حتقارن القدرة الحادثة الفعل الذي يوجد عندها. نعم نعم. حتقارنه بس ايه؟ من غير تأثير. نعم. 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 ويترتب الثواب والعقاب. سألنا. حيترتب الثواب والعقاب على ايه؟ وانا عمل في حاجة. وانت قدرتك اختران. مش كده زي ما يقول معنا. اثبتنا الاقتران بس نفينا ايه؟ نفينا ايه؟ نفينا التأثير. يبقى ترتيب الثواب والعقاب على الاختران والاختران ما فيوش فعل. ما فيوش تأثير. بمحض الفضل. فان يوتيبنا. بمحض الفضل. ويعذبنا. بالعذل. نعم. يبقى ده فضل اه؟ وان الفضل بيد الله يؤتيه من اراجع ان يوتيبه. خلاص. تأثير علاء ليه؟ ده حيتيبه؟ حيناحمه. يبقى ان يوتيبنا فبمحض الفضل. او العذل. ويسمى العبد حين اذن. يعني حين اقتران قدرته الحادثة بالفعل. يعني شو عبده قولك يعني بيك انه ايه؟ خلق الله تعالى الفعل بدون تأثير منك. او بدون تأثير لقدرتك. وخلق قدرة مصاحبة من فعل حتى تتصور ان الفعل صادر منك. مش كده؟ خلق الله تعالى ونسد اليك. قالت معطاء الله قال يعني منك كرمي تعالى. انه هو الخالق وينسد اليك. ذكرى منك. يعني معناه زي منزل الذي يقرض الله. ومن يريدك المال. هو اللي يقول لك اقرضني. والمال بتاعهم. عشان يتكرم هلك وعشان يديك ليه؟ الثواب. عشان. فقال خلق الله تعالى ونسد اليك تفضلا. اراضي يطع منزلتك. واعلم انه تعالى متى حرك لسانك بالطلد. فهو يريد ان يعطيك. يعني ذا دليل الدعاء على انه في اجابة. انه لو اراد عزم الاعطاء لا يجعلك تدعو. وقال ربكم ادعوني استجف. يعني جعل دمر مبله ادعوني استجف. تزاعد ارضsw伽 معينة تحسين حسنا. السبب والرد يت جعل نبرة باصل هكذا. الناس ليس على تحسين زب تحسينها هكذا. كيف emerge THERE! الم تحسينية أقبل Quite. القدرة اللي وجده في تحسينك دين. تراه الممكن ان اقبل يين م losing from them else. هذا قال لulating العصة الذات قدرة. تحسينها لك نهاية قدر قدرة هكذاаний فتحسينه من تراه. ويرشوا ما في ماذا شيء ما ترزانه؟ نهاية القدرة وكان بشعر قدرة ، واعنا. عندك الميل وعندك القصد تمام وبعض محل المشكلة ده انه الميل والقصد ده مش فعله لانه ده اعراض متابعة للدهار وعشان كده ما نقولش خلق الميل وانما الفعل نقوله خلق الفعل الوحدة ترتب على ايه على اختراعين القدر ترتب على الميل فكونت ملت او اخترت او قفت يكفي هذا يعني مثلا انت اذا ملت الى الشر انا حخلق الشر عند هذا الميل عند تعلق ارادتك الحادثة به حخلق لك الشر واذا تعلقت ارادتك الحادثة بالخير حخلق الخير كما قال تعالى قل من كان في الضلالة فليمدد وبعدين قال يقول كل لن نمد اللي في الخير وفي الشر عشان ما حصلش يزعى وبعدين قال من اعضى واتقى وطدق فتاني يستره والتاني فتاني يستره بحسد الميل والاستعداد استعدادات النفوس فلو عذبت او عاقبت بحسد هذا الميل فهذا عدد انت لما امنت حققت لك ما اردت على على مستوى الايه الجهتين او على الايه الامرين وهديناه الايه الامرين قال انا فجورا وتقوى تبقى في عدد لا يمتث العدل الالهي والعدل الالهي المطلق لو اردت ان تفهمه بعقلك لا تستطيع تتحير تستطيع اشتفهم المسألة دي الا في الاخرة تستطيع اشتفهم الدنيا بس هو الا طبع الميلة مولا اه وعالمهبون ما فيش فعل ويترتب الثواب والعقاب بمحض الفضل او العدل وحينئذ يسمى العبد حينئذ مختارا وعند خلق الله تعالى الفعل في العبد بلا قدرة الله مقارنة اه ما فيش قدرة يسمى مجبورا ومضطر اذا اين هو اه اين هو مناط الاختيار اه ومناط عدم الاختيار عند وجود القدرة الحادثة مع انه ليس لها تأثير انما فقط بس الانسان ميل وقصد واختيار انه ليس خلق وانما هو بيسموه حال اللي لا خلق ولا موجود ولا معدون ان الخلق لا يتعلق الا بما هو موجود مش بما هو معدون لا حال بس يعني معناه ان الاستعدادات يعني جعله الله مستعدا لهذا بدليل لكين كما يسمى اجد خلق ولا حذر جعل مشكلة وقد تفضل الله اشكره انه موجود يسمى العرض مختار عند ايه عند مقارنة عند مقارنة ايه انه يشترك ايه انه يتعلق انه يشترك ايه احترام عندما يوجد القدرة الحادثة مقارنة سعر هنا الانسان مختار. نعم. وعندما تنتفل قدرة الحادثة يبقى ايه? مجمور ومضطر. وقد تفضل الله تعالى علينا في هذه الحالة باسقاط التكليف. عشان احنا ما فيش قدرة حادثة. ها? تبقى كده? مع انه انا عاجز في الحسين. يعني حتى عند وجود القدرة ما ليس لها تأثير. لكن عندما كانت القدرة ما اشعرت ان انا ايه? اه ملاش تأثير او ان انا عاجز. انا مغترس. انا ادعى ان انا عملت من دون الله. دا يريت الانسان في هذه الحالة مع غباءه ومع جهله. يعتقد ان قدرة الحادثة لها تأثير مع الله. دا دا يعتقد ان الله تأثير منفرد من غال الله. دا دا يعتبر نفسه هو الاله. هو الاله. هو اكفر. شوف الا انسان اتنى واذا نقول له ايه؟ لا اسمه الفرعون او ظنه ان لهذه القدرة الحادثة تأثيرا. انا انه اظن مشترك يتنى يشرك. ولو ظن سواء بالانسراط او بالاستقلال. اذا عندما كانت هذه القدرة الحادثة غير موجودة. يكون الانسان مجبور ومضرب لقد تفضل الله علينا في هذه الحالة بإسقاط التكليف ولو شاء لكلفنا عندها أيضا تكرين المسألة قلناها جواج التكليف بالمحال أو بما لا أقع لذلك 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 بذلك في آخر سورة البقرة ربنا لا لا الدعاء ولا تحملنا ما لا تحملنا ما لا تحملنا ما لا تحملنا يعني معناها يجوز أن يحملنا لأنه لو كان مستحيلا لما كان نصح به الدعاء نعم ونحن ما نزعوه يعني نخافوه يا رب بدليل أنه حمل نيرنا ذلك لما بني إسرائيل حملهم الله من التكليف ما لا يطيطون والنبي صلى الله عليه وسلم رحمة للعالمين واضع عنه إسرهم والأغلال التي كانت عليهم إذن لو شاء الله لكلفنا في هذه الحالة أيضا والفرق بين الحركة الاختيارية والاضطرارية مما هو بديهي عند كل عاكل فضضل قول الجبرية بأنه لا قدرة تقارن فعلا له أقلا بل هو مجبور ظاهرا وضاطنا نحن قلنا في الظاهر ما في الجبر نعم لكن الجبرية قالوا في وإحنا قلنا الجبر مش في الفعل الجبر في ايه في الاحتيار بالإنسان مختار ومختار في أطعالك وليس بمختار في ايه في الاحتيار وإحنا خالفا خالفا قولنا قول الجبرية من كليها نعم تمام كده والجبر بتاع الجبرية جبر حسي نعم يعني في قدرة العبد أقلا إنما الجبر اللي بنقول نحن به ده جبر عقلي يعني لما نفهم المسألة بقولنا نغوصا لكده إنما هل نشعر به أو نحس به من أنفسنا نعم الفرض الجبر الحسي هذا ليس الجبر العقلي ليس به ليس بمحظور نعم إنما المحظور هو الكفر اللي هو الحسي نعم لأنهم قالوا إن الإنسان مجبور ظاهرا وبعضنا كالخيض المعلق في الهواء تميله الرياح بلا اختيار الله وإحنا مش معقول ننتظر خير نعم ومعقول أنت حسي كده وما فيش لك اختيار وقول القدرية لما مين معتزلة نعم وإذن لماذا سموا قدرية رغم أنه المفروض ما يسموش قدرية لهم نفوا القدر نعم ثم نفات القدر المفروض لا قدرية المفروض لا قدرية إنما لماذا نصبوا إلى القدر مع أنهم نفات القدر لأنهم نفوا القدر عن الله عن الله وأثبتوه للعبد فهم قدرية يعني أثبتوا القدر للعبد عشان كده نسبوا مفروض تقول ينسبوا إلى إلى نفس القدر مش إلى إثباته وهم في جهتين في نفسه في إثبات في نفسه عن مين عن الله عن إثبات الإثبات العبد فهم لما أثبتوه إلى أنفسهم نسبوا إليه نعم نجحنا القدرية بسبب نسبة القدر لو هم قدرية هم نسبتوه لإنفسهم وقول القدرية بتأثير القدرة الحادثة ليه نحن نفين تأثير القدرة الحادثة الشريك لأنه يلجم من إثبات تأثير القدرة الشريك أو إثبات الشريك في الأفعال والدليل القطعي على أنه منفرد تعالى بالإيجاد لا خالق غيره الله خالق كل شيء وقول القدرية بتأثير القدرة الحادثة في الأفعال على طف إرادة العبد والجبرية كفار قطعا الجبرية نسبة إلى الجبر يعني هي معنى الجبر لا الجبر خذ بالك احنا قلنا في حشين في قدرة حادثة وفي فعل نعم احنا نفين الفعل عن العبد ولم ننفل القدرة الحادثة الحادثة بس نفين تأثير القدرة الجبرية نفل فعل نفسه تمام فعل الجبرية نفل فعل حقيقة عن العبد وإضافته إلى غض والجبرية على أصنات الجبرية الخالصة التي لا تثبت للعبد فعلا ولا قدرة دائما من الجهمية الجبرية الخالصة عن جبرية يعني محن لا تثبت للعبد فعلا ولا قدرة على الشأن في جبرية متوسطة يثبتون للعبد قدرة ولكنها كبير مؤثرة أصلا مؤثرة مؤثرة أصلا أصلا أنت في الهامش دولة في الحشة مؤثرة 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 الجبرية اللي هم الخالفة الخلفة الخلفة كفار قطعا لأن مذهبهم ينفي التكليف الذي جاءت به الرسل لماذا سفر الجبرية هو أقول أنهم نفل فعل لا أو نفل القدرة أنا لو كان كده لم يكن مشكلة إنما الكفر بسبب نفي التكليف التكليف للرسل يعني معناها وجود الرسل يعني عدد مالوش لازم المدامس سيغيره شيء وهو الكفر عشان كده إنما لو كان عشان نفي يرزعلي فنكفرنا إحنا معهم ده عشان نفي التكليف نعم يعني إحنا قلنا إيه إحنا لم نم في التكليف نعم 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 ما قلنا بيش خلاف بتكفرهم ما قلنا خالص في مين الجابريال الجابريال اللي هي الخالصة ما بيش خلاف أي واحد يابسي التكليف إذا كافر حتى لو مش جاب حتى لو معتذب إحنا إذا إذا إثبات الكفر هو إيه نفي التكليف مجيز 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 الجابريال القذرية مجيز هذه الأمة لأنهم قالوا بأن الإنسان خالق مع الله أن أثبت خالقيني والمؤتذل وهذا القول فلما شابهت المؤتذل هذا القول بإثبات خالق ثاني بل بعض قال أن كفر المؤتذل أشنع من كفر المجيز لأن المجيز贝ل بخالقين أما المؤتذär قالوا بخالقين بلا نهاية لأنه يقول انت خالق وكل واحد خالق يبدأ عندهم اكثر من اثنين اشنع بس ايه الفرق بينهم وبين المجوس ان المجوس قالوا الهين مفضلين تامين مستقلين انما المعتذر ما قالوش الانسان الهذا قالوا خالد بقدرة خلق الله فارجع الخلق اخيرا الى الله وذلك لن يكفروا وذلك الحديث في كلام وذلك الحديث يبدو انه موضوع العلم ده فقط عشان شبه هنا واجه شبه لنا انه لما جعل الانسان خالبا كأنه جعله خالق اخر خالق ثاني مع الله اثبتوا خالدين اما المجوس اثبتوا خالدين وذلك المجوس هذه الامة معناها كلامهم يشبه كلام المجوس وليه مثلا ما قالوش يهود هذه الامة ليه مجوس انه مين اللي قالوا اثنين بين الهين مجوس ولم يقول نصارا نصارا قالوا خالد شبه بالمجوس عشان اثبت خالق ثاني ولكن قلنا انه مش اثبت واحد اثبت خالدين بلا نهاية كل مجوس يطلع واحد جول الجديدة وخالق برضو كل ما تحمل انت وتضع اثبت واضعت خالقا وحيخلق اسعار لاختيارين لحتى الحيوانات برضو قالوا انا مش اللي فان بك يعني برضو الكلام يطلع في الحيوانات انا بلنا خالدين بلا نهاية وفي الجابرية كفار قطعا لان مذهبهم ينفي التكليف الكفر مش عشان نفي الفعل عشان نفي التكليف ده عارف لو نفي الفعل والقدرة مع بعض بلنا موحدين اكتر من اهل السنة نحن نفينا الفعل واسلاتنا القدرة نفينا التأثير هما نفي كل حاجة بتوحيدهم في الافعال اه 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 فيش توحيد كان نفي كل حاجة على عارب القدر في التوحيد اعلى منينا انما المشكلة في ايه؟ في نفي التكليف اشتناك كل فعلات نفي التأثير بلنا في التأثير لك التأثير عشان واشح ببن الابتعار وبن الغدار ايه والله يفتع عليك ومحلناش المشكلة نبه احناك كده يوقف نحناك مواحدين افتعونهم بس لا يعني من يقول به من يقول بنا في التكليف كافر وهذه لا يماري فيها أي واحد ينكر التكليف ما يدون كلام لديها مش عارقة دليل يعني وفي كفر القذرية خلاف لا أدقى الجبريه ما فيش حد الثلاث فيه أما القذرية فيه خلاف فيه سبب الخلاف لكن غلما Werそう العبور 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 أنا ايه الذي ليس فيه تفيع نحكم بإيمانه ماذا أكلم لأنه من الملة اخطأ لأن تخطئ في العفو غير من أن تخطئ في الوقوف وانت مش انت اللي هتدخل الجنة ولا مش هتدخل للنار فكيف المسألة لك انما لما يكون أجمعه ما نخالفش وما نشاكف الرسولة بعد ما تبين ويتبع غير سبيل المؤمنين وما نحسر المسألة لا نحسر المسألة انما فيه خلاف هم عدبات اللي هشهدش مين مهو عشان الشريك من الباطن يعني مش شريك كده مستقل شريك اه لا مش شريك بمعنى شريك كانوا كفر أقول لما ذكر أنواع الشرك مفاشر النوع ده لم يجعلهم في ظمرة المكركين لإثباثهم أن الإنسان أخاذ كل أسعال نفسك لما تكلمنا عن الشرك فاكرين شرك السبع ستة أنواع قلنا شرك التبعيد شرك الاستقلال شرك التقليد شرك الأسباب شرك شرك الاستقلال ده المجود تمام؟ بعد كده شرك التبعيد والتركيب اللي هو شرك مين؟ النطار وبعد كده شرك الأسباب علم المعروف ثلاثة وبعد كده ثلاثة بوضة بعيد وبعد كده شرك مين تاني؟ ثلاثة ثلاثة التقليد شرك التقليد شرك التقليد شرك التقريد ما نعبدهم إلا أنواع الشركة ستة واحد باستقلال اثنين السبعية ثلاثة التقليد أربعة التقريد خمتة الأسباب الأسباب اللي هو عشي عنه النيات والأغراض فيه نوع المسنع اللي هو شركة تركيب الملات؟ ما هو التركيب والتبعيد شركة التقليد والتاني شركة التقليد والتقليد مش مشكلة مش مشكلة بس مش منهم مش منهم النوع نعم لأنهم قالوا قدرهم عند الله أيضا نعم طبعا وفي كفر القدرية خلاف الأصح عدم كفرهم لأنهم وإن لجمهم إثبات الشريك لله تعالى إلا أنهم لما أثبتوا لله تعالى خلق العبد وقدرته وإرادته صار فعل العبد في الحقيقة مخلوقا لله تعالى نعم لأنهم مع أنهم أثبته للإنسان قدرة يخلق بها لكن هذه القدرة والعبد نفسه مخلوقان لله تعالى وعلم أيضا أنه لا تأثير للأمور العادية في الأمور التي اقترنت بها نعم يعني كنا في اقتران نعم وفي قدرة حادثة بالنسبة للعبادة ولا تأثير لها وإنما هو مجرد الاقتران وقلنا أن مسألة الاختيار التكليف شرحناه ووصلنا فيها إلى أن العباد يفعلون أو يختارون ما يريده الله تعالى يعني يفعلون بإرادتهم ومشيئتهم ما يريده الله فمن جهة أنهم يفعلون بإرادتهم واختيارهم فهم مختارون ومن جهة أنهم لا يختارون إلا ما أراده الله فهم مجمورون إذا لا جبر ولا تصيد أو جبر وتصيد ولا يخضر على الجمع بينهما إلا الله سبحانه وتعالى ونفينا الجبر لأنه يفضل مع إرادة المكلف وهو يشعر بها ونفينا التصيد لأن المطوض إليه لا يفعل إلا ما أراده المطوض سبحانه وتعالى إذا نجمع بينهما وحل المشكلة صعب جدا استعصى على العقول كلها وهي سر فإذا رأيت مذهبا معقدا خفية فهو الحق إنما إذا رأيت حل المسألة ببساطة هذا بعيد عن الحق أقرب المذاهد نقولنا الأشاعر ما حل المشكلة لكن أقرب المذاهد للحق يعني فيه ثلاث مذاهد يا إما تكون تعصى في جبري يا إما تكون معتزل يا إما تكون أشعر ما تشح ما تشح يا بالتلاع حد قول إيه غير كده ولذلك كلام ابنتين وغيره اعترضوا على كسب الأشعر في الحقيقة ما قالوا شيئا جديدا إلا كلام معتزلة ولكنه بصورة أخرى يعني ما خرجوا من هذا إلا إلى البعثة أو إلى الجبري فما فيش حال يبر يعفزان يا أشعر هتروح مين حديثة قلت مين اللي قب فيه قول الماثورة بس مش مفهوم الإرادة الجزئية لكن قريب من كلام الأشعر غير كلام الجبريل قلت لو لدي واحد جاب قولي سهل زي فلان قلت لو لدي واحد جاب قولي سهل زي فلان كده مين اللي كان جاب قولي سهل أم لو رأيت وكثير مش واحد لو رأيت واحد كده جعل المسألة في متناول العقول وفاهمتها فهذا ايه بعيدا كل البعد قدر الإيمان به واجب وسر الله فلا شوف شوف قلنا فقط تقريب الحل ايه يعني كيف نجمع بين مسير بين تسير بين تسير بين تسير بين تسير بين تسير بين جود تسير 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 احنا نتكلم على المسألة اعتقادين لي التأثير. نعم. اما القول والاسناد في مجاهده في حقيقة ولا اشهالة في ذلك. نعم نعم. يجوز اطلاقه لان الشرع اذن فيك بادلة كثيرة موجودة في الكتاب والسنة. انما الذي نعالجه ونريد ان نبينه هو الاعتقاد. ان هذه الامور لا تأثير له. نعم. ولا الاستكين في القبر. ولا لشيء في دبع حر او برد او جردهما. وغير ذلك. لا بالطبع ولا بالعلة ولا بقوة اودعها الله. اهلا. دي احسن لك مشكل كيف? ولا بقوة اودعها الله. بل التأثير في ذلك كله لله تعالى وحده بمحض اختياره عند وجود هذه الاشياء. ولو شاء لا اوجد بدون ان تكون هذه الاشياء. ولو شاء لا وجدت ولا يوجد الله تعالى السعل عندها. نعم. تبقى مسألة رب عادي نظم قوانين وضعها الله تعالى فكيف تكون حاكمة? ممكن وضع نظام. ممكن غير هذا النظام. ويخرج هذا النظام. ويلغي هذا النظام كما حدث له بالمعجزات للانبياء والمرسلين. ولو كانت هذه النظام وهذه القوانين لا تتغير لأدى ذلك الى القول بانكار او نفي المعجزات. نعم. لو الرد عقلي. لو الرد عقلي. نعم. هيؤدي الى نفي له والمعجز. حتى انت اقرأ كده القرآن حتجد هذه الاذلة واضحة في كتاب الله. اثناد التأثير الى الله تعالى. تعالى في الاقرأ كده. ان لما ضغل ماء حملناك. لو كان الحمل في الظاهر من اللي حملهم ولكن لم يقل حملته لحملناه تعالى في الاسبور في الكمر ففتحنا اضواب السماء بماء وفجرنا الارض عيونا وحملناه ولم يقل حملته الالواح وحملناه على ايه على ذات الالواح ودسوح ربنا سبحانه وتعالى ارسل على جيش ابراه بيرا ترميهم بحجارة فلم يقل تعالى انظر ماذا فعلت فيهم الحجي قال الم ترى كيف فعل ربك فالاسناد الفعل الى الله واسناد الحمل الى الله تعالى كده تجد كل ما ذكر في القرآن من الافعاد مسند الى الله تعالى مباشرة وان اسند الى غير الله ده بحسب السبب والرب العقلي الرب بين السبب والمسبب مثلا زي العادي العادي قل يتوفاكم ملك الموت توفته رسلنا لما تيجي الحقيقة الله يتوفى له الانفس نعم هذا رب العادي اسند الله تعالى في الظاهر اليه لانه سبب انما في الحقيقة تأثير لمين الله تعالى وحده ومن يقول بغير ده يعني في كثير من الناس فهمين ايه معنى التوحيد في الزاس وفي الزاس لكن مش فهمين التوحيد في الافعاد احنا قلنا مجرد الاسند الطبيب مثلا شفاني اطبعام اشباعني اذا كان استعمال سبب ما فيش اي اشكال لا شرعا ولا ايه انما اشكال في الاعتقاد هي مسألة اتقادية قلبية في ايه توضيحة للناس لبعض الناس يقول له كثير من الناس لا لكثير من الناس متخفين وشهادات على ويسندون الدأثير على الحقيقة الى الى هذه الاسباب الى غير الله تعالى فمعنى كده انهم غير موحدين في الايه في الافعاد ومن يقول من الفلاسفة اه من اهل الضلال كالفلاسفة وهو فلاسفة طبعا فلاسفة طبقات ومش كلها الفلاسفة الى ام قالوا بهذا القول انه فيه فلاسفة الاسلام طبعا دافعوا عند لها تلك الفلاسفة ومتعممش فلاسفة المقالوا بهذا الفلاسفة لا تسمع كلمة الفلاسفة مكثلة اللي هم اهل الزيق والانحرافة ايه بتأثير الطبيع ايه بالطبيعة والحقيقة بأن يقول إن الأشياء المذكرة تؤثر بطبعها أو يقول بالعلة في سؤالهم ما الفرق بين التأثير بالطبع وبين التأثير بالعلة طبعا كلا الغولين للفلاس لأنه فيه الطبعين والفلاة إلى غيره تأثيرها بالعلة بأن يقول أن بعض الأشياء علة أي ثبت في وجود شيء من غير أن يكون لله تعالى فيه السياة يعني فيه ربط عقلي بين السبب وبين المسبب يعني إذا وجد السبب وجد المسبب دون اكتيار أو دفل لله تعالى أهو معنى العلة إذا يجعل بين الأسباب ومسبباتها ربطا عقليا بمعنى أنه إذا وجد هذا يوجد هذا كالعلة والمعلول إذا تحركت اليد وفيها ساعة تحركت الساعة ولا يمكن أن تتحرك اليد بدون أن تتقي فيه علة لحركة الساعة لإذا حركت ولا بد من السراف تستلازم العقلي بين العلة والمعلول من غير توقفا على شارع من غير توقف على شارع ولا الخامنة من غير توقف على شارع من غير توقف على شارع بعد ذلك وعين اشترك في عدم الاختيار يعني قلت بقلا الطبع والمطبوع والعلة والمعلوم للجنين مافيش اختيار لانه لا اختيارة بين العلة والمعلومة والطبيعة ومطبوحة وشرحنا كلمة الطبيعة فاكرين انهما الطبيعة على وزن فعيلة اما ان تكون فاعلة اما تكون مطبوحة لانه فاعلة يأتي باللغة بمعنى فاعلة ويأتي بمعنى مفعول مثل الفاعل زي سميع سامح رحيم راحم قتيل بمعنى مقتل هذا يأتي بالاثنين هو نديئ اصلا نديئ هذا في الاثنين هنا نديئ على وزن فاعلة بمعنى فاعلة ومعنى مفعول بمعنى مخبر ومعنى مخبر ممكن يجتمع فيه الاثنان وممكن يكون بمعنى فاعلة ويكون بمعنى فاعلة هنا الطبيعة بمعنى فاعلة ومؤثرة يجب من يقول بالطبع فيهن معنى العلّة ايه الفرق بين تأثير الطبع وتأثير العلّة ايه الفرق بين تأثير الطبع وتأثير العلّة ايه نشترك في عادة من الاختيار في التأثير بالعلّة ما فيهنش اختيار وذلك كفر كفر الإيمان الغزالي ثلاثفاتين نقلة ذيه كفرهم في ثلاثة وبدأهم اوفيساقهم في مسائل سبعة عشر مسائل إذ قال إلا لو كان الله علّة لوجود العالم إلا ومعنوذة معناها غير مختار إذ قال لم يوجد العالم باختيار ومفيه اختيار بين حركة الاب إذ قال إلا والمعنوذة أن ينفع عن الله تعالى الاختيار مع أنه قال تعالى وربه فيخلق ما يشاء ويغشاء بس الطبيعة والمطبوح برضو الطبيعة نفاشة إلا أن الفرق أن التأثير بالطبع يتوقف على وضيع الشرق وانتفاع المانا نعم يعني مثلا الإحراق بالنسبة بالنار يتوقف على شرق نعم الممتة اللي هو الممتة ويتوقف على انتفاع المانا اللي هو البلد نعم يعني مثلا لو أن النار اشتعلت ولم تمز الخشب أو الورق لا يحترق الورق لماذا؟ هل لأن النار ليست محرقة؟ ولا الانتفاع هنا فقد الشرق هو المماز لازم عشان تحرق النار كمثل المحروف وذلك لما أرادوا القاعد سيدنا إبراس أشعلوا النار واشتعلت وكذا لكن ما استضاعوا أن يجعل النار تمثل المحامي جدا وحرق فجابوا ليه المكلاع أو المنجنيب عشان يرموهم من بعيد مكبروش يختربوا إلا حيحترقوا هم معه فرموهم من بعض ليه رموه؟ عشان فهمين شرق المماثة إنه لو خلوه في البيت مش هحترق لازم حقوقي يخلوه ما عرف إيه؟ تمثل فهذا هو الشرق أفرض كان إبراهيم لابس إيه؟ حاجة فيها ثالثة كده مش هتحرك فيه فيه مانا اللي هو الظلل الجدايا ده هذا فيه؟ في الطبيعة أما في العلة لا لا رية لا شرق ولا انتفاع مانا إذا وجدت العلة تدور العلة مع المعلومة وجودا وعدما بخلاف الطبيعة مع المطبوع لا يجب أن تفهم ليه؟ بالفرق بينهما إنه العلة والمعلوم لا يتوقف على شرق ولا على التفاع مانا أن الطبيعة والمطبوع يتوقف على شرق وهو المماثة والتفاع مانا وهو ليه؟ وأما التأثير بالعلة فلا يتوقف على ذلك ذلك كلما وجدت العلة ووجد المعلوم في حركة القاتل بالنسبة لحركة الإصبع ولذلك كان يلجم اقترام العلة بمعلومها ولا يلجم اقترام الطبيعة بمطبوعها أي لتخلف الشرق أو انتفاع المانا فذلك أي فذلك القائل كفر فذلك كفر يعني من يقول بهذا كافر عند أهل الملة كافر يعني ذو كفر يعني نعتقد أهل كفر من يقول بتأثير العلة وبتأثير به الطبيعة ويصح رجوع اسم الإشارة للقول فذلك أعني المفهوم من يقول فالحمل ظاهر على معنى فقوله كفر فيكون القائل به كافرا لأنه أثبت الشريك والعجزة لله تعالى عند ذلك نقوم ذلك نقوم ذلك عند جميع أهل الملة أي ملة الإسلام والملة والدين عند الجميع هنا العلة والمعلوم لكن القوى المودعة ليس لديه كلام فيها والملة والدين والشريعة عبارة عن الأحكام الشرعية فهي متحدة بالذات ولكنها مختلفة بالإبتبار هي هنا يتكلم عن إيه عن الملة والدين والشريعة كم كلمة هذه الكلمات متحدة بالذات ومختلفة بالإعتبار كيف يعني معنى متحدة بالذات ومختلفة بالإعتبار يعني هو معنى واحد ولكن هناك اعتبارات مختلفة لأن الأحكام الشرعية هي هي الملة والأحكام الشرعية هي الدين ولكن من حيث أنها تملأ تبتد يعني لتنقل تسمى ملة يعني تملأ عشان تنقل ننقلها إلى غيرنا فهي ملة واتبعت ملة آبائك يعني مكتوبة ونقلة من الإملاء يا مولانا؟ ومن حيث أنها يتدين بها دين ومن حيث أنها شريعة 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 يعني هي مشروعة الجهية هي معنى متحدة بالذات ولكنها مختلفة بالإعتبار يعني من إعتبار أو من جهة أنها تملة الجهية ملة ومن جهة أنها بها متعبد بها يعني يخضع لله بها ويتدين بها دين ولذلك دين دين يعني من الخضوع نعم مش في المادة واحدة دين ودين شكرا؟ ما هو الدين دي خضوع مين؟ المدين 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 هم أشوفه هم مقدرش يرضع طواته عليه هذي الأندس نعم إبقى إيه سبحان الله كلمة الدين بكسر الدال وقالها الشيخ براغ وكلمة الدين بفتح الدال وكلمة الدنيا بضم الدال والسلاة المادة إيه؟ متحدة قال لأنه دال الدين كثرت لمناسبة الذلة والقضوع لله تعالى فناسبها الكسر انكسار العبد ودال الدين فتحت الاستعلاء المدين على الدائج فالخناسب الفتح المستعل عليه والدنيا لابتنائها على الشدائج ما تبهى الضم المدين على الشدائج والأحوال والأحزان والقروب والهم والغن ناسب ضم الدال قول ما انتش ضم انكسر وفتح اللغة سبحانه اللغة بديعة ماولا واعلم ان الفلاسفة طبعا قالوا بتأثير الطبائع والعلل قالوا ان الواجب الوجود اه اه رجعنا الى القول المكفرهم الشيخ الغذالي ان الواجب الوجود يعني فلاسفة ما انتشار واجب الوجود انه قالوا بدليل الامكان نعم قالوا ان الواجب الوجود اثر في العالم بالعلة فهو تعالى علة زي قاله بالعقول العشرة يعني صدر علم العقل الاول والعقل الاول صدر علم الثان لالقوب ايه الى اثقائسك الواجب في العالم بالعلة فهو تعالى الا فيه يعني هو علة فوالعالم طب الاوالي معلول لهذه العلة الل هي الواجب الوجود قالوا انه العالم قديم اه لانه يمكن نعم كن في تلازم بين العلة والمعلول نعم وتلازم لا ينفك فقالوا ان العالم قديم لانه يلزم من قدم عللة قدم المعلول فلما قالوا بهذا التلازم هذا يؤدي الى شيء خطير وهو نفس الاختيار عن الواجد يعني معناها الله تعالى علة في وجود العالم والعالم معلول عنه وهناك تلازم بينهما فالعالم قديم بقدم علته معنى هذا ان الله تعالى فاعل بالايجاب نعم فاعل بالايجاب وليس بمختار في الخلق نعم كما انه ما فيش اختيار بين العلة وبين البعضين ثلاث وهذا القول كفر نعم وده واضح نعم وعدم الآن يبدو يأثبت لله حشين أثبت له عدم الاختيار وعدم القدرة اشكرا ما فيه تلازم بين العلة والمعلول يعني عاجل تعالى الا ايه فيه تلازم يعني معناها لابد ان مزهور معنى يعني عاجل يؤدي الى نفي القدرة ولا شك في كفرهم عند المسلمين والحاصل ان اخذ بالجميع هنا والحاصل ان الفاعلة بحسب الفرض يعني لما نفترض الفاعل نعم 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 والحاصل ان الفاعلة بحسب الفرض والتخدير ثلاث يعني لو فرضنا وحدنا نعمل حصر حنرجوهم ثلاث فاعل بالبطع نعم وفاعل بالعلة وفاعل بالاختيار وهو الذي ان شاء ايه معنى فاعل بالاختيار ان شاء فعل وان شاء ها ها ضرب وكلها قال بها الفلاسفة والثالث كل الثلاثة واحد حتحية يقول انت الفلاسفة ونقول نفو الاختيار ونقول الفاعل بالطبع والفاعل بليه يقول الا الفاعل بالاختيار والفلاسفة قالوا بالثلاثة بس من جعله وحماقته جعله الانسان هو الفاعل بالاختيار ونفو الاختيار على الله استع ни الانسان ها وهو الفلاسفة معتدل هو المعتدل فلاسفة فكير نفو الاختيار عن الله واسبتوا لدي الجنة فالثلاثة الفلاثفة قائلون بها الا ان الثالث عندهم اللي هو مين اللي هو الفاعل بالاختيار هو الإنسان واما المسلمون فلم يقولوا الا بالاخير اللي هو الفاعل به وهو مقصوص بالله الواحد القهار فالتأثير ليس إلا يجب عندك الفاعل ثلاثة إن يكون فاعل إن لو معلول وفي تلازم مفيش اختيار أو طبيعا ما مضوع برضو فيه إيه؟ فيه لا فيه إيه؟ إيه أهل يجب عندك الفاعل ثلاثة إن لو معلول في تلازم مفيش اختيار الطبيعة وماضبور مفيش تلاعزم ما فيش تلاعزم من الطبيعة المطبوعة لان يلهم Job لكلير Sh ambitious بخلاف العلة فيه ثلاثم لكن المضيعة لنفعش ثلاثم لكن الاثنين لا يقوم بخلاف مشتركة المضيعة لنفعش في الثلاثم لكن مش مشتركة مع ايه؟ ثلاثم وبقية الثالثة اللي هو الفاعل بالإثلاف الفلاسفة تقاهلون بالثلاثة إلا أن الثالثة عندهم الثالثة أهل الإنسان أما أهل الإسلام جميعا فلم يقولوا إلا بالأخير وهو مخصوص بمين؟ بالواحد القهر هو عبر عن ذلك الشيخ الدرزير رضي الله عنه قال فالتأثير ليس إلا لكن يقول عشر إلا يقول عشر سيبوها في درس الثاني ما كده عبد واحد لسه ما كمل نهول قال لها في درس الثاني نشرح حالكم عشان تتفهم بالفلاسفة مولانا يقولون هو أما المسلمون وأما المسلمون نعم ولا بيقولوا أهل السنة يعني ليشمل فلاسفة الإسلام أي ببعض محلقون رح يقولنا الفلاسفة يعني زي مثلا ايه؟ تيار مواقف نعم والثالث عندهم فمن يقول من أهل الزيجي إن هذه الأمور العادية تؤثر بالقوة المودعة أي بواقبة قوة أوداعها الله تعالى فيها كما القول ده زي ما نقولنا السلام المعتزل بأن العبد يؤثر بقدرته الحادثة ونقولنا الثلاث مجاهز فكرين الجبرية والمعتزلة والأشاعر نعم المعتزلة جعلوا التأثير للقدرة الحادثة نعم وأهل السنة جعلوا أثبت القدرة الحادثة نفو التأثير والجبرية نفو القدرة نفسها نعم الجبرية نفو القدرة وبالتالي إذا كان لا يوجد تأثير الجبرية نفو القدرة وبالتالي نفو التأثير والمعتزلة أثبت القدرة الحادثة وأثبت التأثير وأهل السنة أثبت القدرة ونفو التأثير بذليل قالوا تغفران القدرة الحادثة عنده وجود الفائد فمعنى فيه إثبات بوجود القدرة الحادثة وليس نفو كما أن العبد يؤثر بقدرته الحادثة الذي خلقها الله تعالى فالنار تؤثر يعني تؤثر يعني تؤثر الإحراق والطعام يؤثر يعني يؤثر الشبع والماء يعني يؤثر يعني الريح خلقها الله تعالى فيها وكذلك قصة على كده كل الأشياء وجدية أمثلة مش فقط النار والطعام والماء والدواء برضو يؤثر الشفاء مش كده؟ نعم يبقى التأثير معناه في جميع الأسباب وما هذه إلا أمثلة فلا تكلف عندها وكذلك الباقي يعني باقي الأسباب والمتدع فذلك القائل يعني القائل بتأثير القوة المدعة بدعي يعني معناها منصوب إلى البدع يعني مفتدع أقول الآن على الناس محمد المتقوله مفتدع أقوله بدعية نسبة خلاف للسنة البدع على خلاف للسنة لأنه مين ذلك؟ اللي يقول بالقوة المدعة لا بالقوة المدعة يعني يقول الله اللي هي القدرة الحادثة ليه القدرة الحادثة ليه القدرة الحادثة نعم خلاف السنة لأنه لم يتمسك بسنة الثلاث الصالح التي أخذوها عن النبي صلى الله وليس بكافر على الصحيح كما تقدم وإذا كان بدعيا فلا تلتفت أي لقوله بل يجب الإعراض عنه والتمسك بقول أهل السنة من أنه لا تأثير لما سوى الله تعالى أصلاً وإذا كان بدعيا يعني أنك أقول إليه ها البدع 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 يعني أعرفين معناها طريقة في الدين ما هي خلافة ولكن معناها طريقة في الدين وليس في الدنيا وفي أمور الدنيا المفروض نكون مقتدعين ولا مكالدين do إنما عكثما في أمور الدنيا نحن مثل مقلدون بننفذ ولكن أعرفهم أمور الدنيا هو مقالدون ننطج ونبدع ونستقلج عن فتلة نحن في أمور الدنيا أمور الدنيا مقلدين يعني متبعين لا متبعين والعكس في أمور الدين إذا البدع طريقة طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشريعة يقفز في السلوك عليها المبالغة في التعبد وفي بعضهم تعرف مين الهمام الشاطبي وفي بعضهم جعلها على خمسة أقتام اللي هي البدع واجبة ومحرمة ومنذوبة ومفروحة ومباحة لكن خذ بالك ولعب بالك ولكن خذ بالك ليس كل ما أحدث مما لم يقوم في عهد السلف وفي هذا بدع لقول الإمام الشاطبي كل ما له مستند مستند في الفتاد والسنة فليس ببدعات وإن لم يفعله السلف نعم هذا قول الإمام الشاطبي كل ما له مستند عليه الدليل لأصل فليس ببدعات وإن لم يفعله السلف لأنه الأمر مأمورين إحنا بالإيه بأنه نأتي بشيء يعني ما له أصل وما استنبطناه وهي معنى اجتهاب العلماء إذا نسينا هذا الذي يقول بهذا بتأثير القوة المدعف هو هذه البدع اللي يجيب محاربتها هذا القول نعم والغريب أن الذين يتكلمون في البدع وفي خبرها على المجتمع في البدع اللي هي في الأمور المشروعة وفي الأحكام وفي المساجد وفي القبور وفي التوسل ويتهمون الناس واقعون في هذه البدع لأتقادية لأنهم يقولون في هذا القول يقولون بالخيار واقعون فيها ويقولون بها وكلام فيها كلام المعتذرة بحسب يتكلمين الطرف مقال أنه هذا خلاف ليحفظ والطار وبحديث والطار يا أنا ما رأيت أحدا من الذي يتكلم في البدع ويصنف فيها إلا وهو واقع فيما هو أكبر من البدع التي يحاربها ويالبدع الاعتقادية نعم عرف الفاسق على بسمين الموت المتأول وغير المتأول يعني معناها في فاسق جالح الزنوب والمخالفات وفي فاسق عصيل الفاسق المتدع نعم كمان هذا أكثر من الثاني ومن أمر متعلق بديه ومحاربتهم للبدع العادات وبدع الأفراح وبدع اللآتم والجناعج وإلى آخره ليس هذا بأكثر أو بأشد من هذه الأمور لأنه تتعلق بالتوحيد إنما كانت أخف تتعلق بالأعمال وإذا كان فلا تلتفت أي لقول بل يجب الأعراض عنه والتنصف بقول أهل السنة أنه لا تأثير لما يوى الله تعالى أصلا لا بطبع ولا بإلا ولا بواصلة قوة قدعة أصلا وإذا كانت أخف الله تعالى رحده بمحض اختياره فإن قلت إن بعض أهل السنة ونأكف عندي الكلام أنت سألت عنه أول نجال لورجح الإمام الغزال والسكي وإمام الحرمين ونقل السيوب سأتحدث عنه ولكن سأمرجح أن قوله ليس قول المعتزلة أنا بعيد عن قول المعتزلة ونقل بنفس لوقت مخالف لقول الجمهور ولكن أنه ليس عين أو ليس يشبه قول المعتزلة في شيء وإن شاء الله نشوف موضوع الثلاثة في العقول العشرة إن شاء الله يمولي وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصلى الله أهل كلنا بخوة المزاعة أين نزعون مرضى فلن الزمن هلن خلون النارة ترسلوا بقوة الأخلاق لا يفهم هلن الزمن القول هلن قل بالعقل يعني بالمسال العقلي الجام التلاثم التلاثم العقلي نعم التلاثم أنت التلاثم العادي والتلاثم العقلي إذا اعتقدت أن بين الأسباب ومتبباتها تلاجما عقليا فهذا القول هو قول الثلاثم العقلي وإن جعلته تلاجما عاديا ولكنه لا يتخلف هذا جهد قول أهل جهد وإن كان يتخلف هذا هو قول أهل حق في بعض الناس يعتبر من تلاجم عادي لكنه لا يتخلف أنه سلاجم عقلي فهذا سبب عدن السفرق بين التلاجم العادي بين التلاجم العادي والمستحيل العادي والمستحيل الله سبب الجهد إنما الذي يجعله ويكتب عليه هذا الكلام هو الذي يجب محاربة وتوضيح الله سيقوموم بوضع معي ما يعني أستنى قبل أن يقلبه من نسبة للاعيش من نسبة للمشدين بالنسبة للمشيحنا تحب الوقت في الأيام الخلايا وحدة مولان يوم الزرق يوم الزرق نستمر واسم الأربعة خطر لحد الانتحان نستمر يوم واحد يوم الأربعة وننشاهد ونشاهد الله وطل لأفضل صلاة على أسعاد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الراهلون الله صل لأفضل صلاة على أسعاد سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وصحبه عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وعلى آله وعلى آله وصحبه على أسعاد مخلوقاتك سيدنا ومداد ومداد وعلى آله ثم ورئ وأهلا مخلوقاتك خلقاتك النجاح الثوية الثاني تأكبرون على أسعاد نجاح ذاهب انتظار فبالتو ترجمة نانسي قنقر